الحكماء بيحكوا قصة مهمة جداً لازم نسمعها وإحنا بنتعرض للأحداث دي بيقول الحكماء إن الله سبحانه وتعالى لما أنزل آدم إلى الأرض بعد ما تابع عليه وأنزله إلى الأرض وهو معمرهاله وملئهاله بالنعم آدم عاش في الأرض وكمان كان معاه أولاده بس الشيطان جات له فكرة شيطانية طبعاً وكل أفكاره شيطانية الشيطان فكر أنه يلمي أولاده كلهم اللي موجودين في كل الأرض ويحاول يتخلص من آدم ويخرجه من أرضه لأنه لو خرج آدم من الأرض وقتل وهو أولاده سيفرغ له أجهر الله سبحانه وتعالى ويصبح عبد الله المحبوب وميبقاش فيه مخلوق تاني ممكن ربنا يحبه غيره فكرة شيطانية إنه لما يتخلص من آدم وياخد أرض آدم كده هيبقى هو العبد المفضل عند الله وياخد الأرض كلها ويعيش فيها بس آدم افتكر أن ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى لما خلقه كتب على جبينه وكتب على جبين أولاده معنى مهم أول ولقد كرمنا بني آدم فعرف آدم أنه ما ينفعش يسيب الأرض لأن الأرض بتساوي العرض وعاش سيدنا آدم في الأرض وتمسك بالأرض حتى بعد مسافة إبليس دم أولاده فضل متمسك بالأرض وحلف ما يخرج من الأرض أبدا حلف ما يخرج من الأرض لأنه هو عارف كويس قوي وفضل يصرخ في وشي إبليس الأرض عندي بتساوي العرض وعشان كده عارف أن جبينه مش ممكن أبدا يسيب الكرامة اللي ربنا كتب عليه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر فعارف بدل الكلام على البر والبحر يبقى التكريم ده مرتبط بالأرض وأن التفريط في الأرض هو تفريط في التكريم الرباني فتمسك بأرضه وفضل يردد أمام الشيطان عبارة مهمة أوي حتى ما الشيطان بدأ يقتله ويسفك في دمه بدأ يردد قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزِ وفضل آدم على كده لغاية ما جيه ابن آدم الفارس الأكمل ذو الجبيل الأغر المنور الفارس الأكمل الفارس النبيل اللي ربنا سبحانه وتعالى استفى من كل أولاد آدم مكرموا فكان لا يخاف إلا الله فقال قولا عجيبا لدرجة أن الأبطال كانوا بيحتموا خلف هذا الفارس النبيل صلى الله عليه وآله وسلم فقال عنه سيدنا الإمام علي اللي قاله لا فتى إلا عليه قال كان إذا احتمل وطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفنا أن الرسول الله فارس الفرسان وأشجع الشبعان فاختر من كل الأرض دي بلد وسماها ووصف أهلها بوصف عجيب سم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أرض مصر بأرض الرباط وقال صلى الله عليه وآله وسلم فإن أهلها في رباط إلى يوم القيامة وفضلت أسأل نفسي طول الوقت ليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مصر وأهلها في رباط إلى يوم القيامة وكأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في رباط إلى يوم القيامة لتصبح حصن مقدساته لتصبح مصر هي الرباط اللي بيرابط فيه الناس بيرابط فيه الناس عشان إيه عشان يحموا الأرض والعرض عشان يحموا القدس الشريف مصر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وده اللي يبين لنا ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن مصر وأهلها أن أهلها في رباط ليوم القيامة لأنهما يحموا مصراء فكتب عليهم أنهما يربطوا ويحافظوا على هذا الرباط هذا الرباط اللي هيحافظ على الأرض والعرض وده اللي احنا شوفناه في شوارع مصر وأهلها بيرابطوا وبيعلنوا أنهما بيحموا الأرض والعرض فأصبح أهلها فيها جيش فيها سر عجيب أصبح في مصر سر عجيب أن جيشها شعبها وشعبها جيشها فأصبح الجميع مرابطون كل مرابط كل مرابط وكأنهم بيحققوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم بيابيه وأمي ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر إيه هي الليلة دي حارس الحرس في أرض في أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهله وكأن ربنا سبحانه وتعالى اتدخل أهر مصر عشان الأوقات المهمة عشان المغول وعشان كل الأعداء اللي بيحاولوا حتى لما حاول شرازمة الأرض والمعتدين والمحتلين والغاصبين يحاولوا ياخدوا الأرض ويوفوا في أكتبر وكان شعرهم الله أكبر بسم الله بيعلنوا أنهم الله سبحانه وتعالى جعلهم من أهل الرباط فهم من أهل الرباط هم من أهل الرباط لأن الله سبحانه وتعالى كتب لهم ده كتب لهم ده لي عشان دوات سر من أسرار الله سبحانه وتعالى مش بس عشان المكان ولا عشان الزمان الحقيقة أن مصر عشان هي الرباط قال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل وحصل للطهد ليهم السيدة زينب أتت برأس الحسين إلى مصر واحتمى قال بيت رسول الله بمصر مصر أرض الرباط على الدوام أرض الرباط لأن الله سبحانه وتعالى جعلها هذا الحال ولذلك رسول الله حتى لما بعث لأمه قوقص كان فيه سر يظهر وعشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع أهل مصر بيقول أن فيه نسأ فيه سهق فيه مصاهرة وفيه رحم مع أهل مصر جاي منين أنهم يشيلوا أمانت أنهم يمسكوا على الصغور على فكرة مصر مش مسكة على صغر حدودها بس مصر مسكة على صغور الأمة كلها والدليل على ذلك الأمة وهي عقلها كان بيترمي في نهر دجلة مصر هي اللي وقفت نزيف عقل العقل المسلم لما جم وهزموا المغول لما جم وهزموا كمان المغول المعاصرين اللي عايزين يسفكوا الدماء بدم بارد ويطباحوا الأطفال والنساء بغير قلب ويكهوا قلوبنا ويحزنونا ويلبسونا الحداد بس احنا مش نلبس الحداد دور عمرنا إن الحداد عندنا بيخلينا زي الحديد ترجمة نانسي قنقر